تعريفات Definitions A hypothesis is a statement or an assumption about the relationship between studied variables الفرضية هي عبارة أو افتراض حول العلاقة بين المتغيرات المدروسة there are two types of hypotheses هناك نوعان من الفرضيات null hypothesis فرض العدم and the alternative hypothesis الفرض البديل or H1 the H note is the hypothesis of no difference فرض العدم H note هو الفرض الذي يدل على عدم وجود فرق the hypothesis of no difference بمعنى that's to say there is no difference between the values of compared variables بمعنى أن فرض العدم يفترض أنه لا توجد فروق بين قيم المتغيرات التي تتم مقارنتها A P value قيمة B is the probability that we would have seen our results just by chance if the H note is true تعني قيمة B هي احتمالية أن نجد نتائجنا بالصدفة فقط هذا في حالة ما إذا كانت H note صحيح مستوع المعنوي مستوع المعنوي The result of an experiment is considered as statistically significant نتائج تجربة يمكن اعتبارها معنوية احصائيا عندما تحدث بسبب الصدفة نادرا احتمال حدودها بسبب الصدفة ضعيف قيم الصغيرة أقل من القيم الحريق ألفا يعني أنه فرض العدم لبياناتنا احتمال حدوده بعيد إذا كانت قيمة P أكبر من أو تساوي ألفا لا نستطيع أن نرفض فرض العدم on the other hand if P value is less than alpha we will reject the H node إذا كانت قيمة P value أصغر من الألفا نستطيع أن نرفض فرض العدم